الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى أوصيكم وإيايا بترك الحرم بإتقان الفرائض بأداء ما استطعت من النوافل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنه من يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيراً وقال ربنا مخاطباً نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم أخرج الإمام الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أقربكم إلي مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً وأخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق في رواية البزار مكارم الأخلاق هذه هي الخطبة السادسة عشرة في سلسلة خطب تناسب الزمان والاحتياج عنوانها أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نتحلى بها وعنوان خطبة اليوم حب العطاء عند النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نتحلى به لابد لنا أيها الإخوة ما دمنا أحياء على هذه الأرض أن نسعى لنقتدي بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما استطعنا حتى يموت أحدنا يوم يموت وهو أقرب ما يكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن كان قريباً منه صلى الله عليه وسلم في الدنيا سيكون قريباً منه في الآخرة من كان متأسياً به في الدنيا سيكون قريباً منه في الآخرة لذلك جاءت هذه السلسلة من الخطب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نتأسى بها حب العطاء عند النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نتأسى به سبق أيها الإخوة أن الخلق اسم لصورة الإنسان الباطنة كما أن الخلقة اسم لصورة الإنسان الظاهرة فأنت لك صورتان ظاهرة هي خلقتك وأنت تعتني بها وباطنة هي أخلاقك والمتوقع أن تعتني بها أيضا والأخلاق تكون فطرية وتكون مكتسبة فمن فطره الله تعالى على خلق حسن فليحمد الله تعالى وليتمسك بهذا الخلق ومن لا فليجتهد أن يكتسب هذا الخلق وهذه هي الفائدة العملية من هذه السلسلة من الخطاب حب العطاء واحد من أصول الأخلاق التي ترجع إليها كثير من الفضائل الحسنة والخلال الحميدة والأخلاق العالية إكرام الضيف من حب العطاء مساعدة الضعيف من حب العطاء النفق على الأولاد من حب العطاء كفالة اليتيم من حب العطاء تعليم الجاهل من حب العطاء خضاء حاجات الخلق من حب العطاء تعليم من لا يعلم من حب العطاء وأعلى درجات حب العطاء الشهادة في سبيل الله عندما تعين رجلا كفيفا أو تبر والدا رؤوفا أو تساعد محتاجا عفيفا أو تعلم طالبا حصيفا فاعلم أن من بعد ذلك خلق حب العطاء عندما تحب أن يرقى طلابك ويهنأ أولادك وينعم بالخير عمالك ويذهب الألم عن مرضاك وتتيسر معاملة المراجعين لك فاعلم أن ذلك نابع من خلق حب العطاء فحب العطاء أصل ترجع إليه مجموعة فروع سلوكية خلقية محمودة ويجتمل العطاء من المال والعطاء من العلم والعطاء من الجهد ويرتقي ليصل إلى بذل الروح شهادة في سبيل الله وإذا كان حديث اليوم عن حب العطاء عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكيف نتأسى به فإليكم هذه المواقف من السنة المطخرة الموقف الأول أخرج ابن هشام في سيرته عن ابن إسحاق قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه في المواسم على قبائل العرب يدعوهم إلى الله تعالى ويخبرهم أنه نبي مرسل ويسألهم أن يصدقوه ويمنعوهم حتى يبين لهم ما بعثه الله به ورواع الربيع بن عبات قال إني لغلام شاب مع أبي بمينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقف على منازل القبائل من العرب فيقول يا بني فلان إني رسول الله إليكم يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأن تخلعوا عبادة الأوثان وأن تؤمنوا بي وتصدقوا بي وتمنعوني حتى أبين عن الله ما بعثني به قال وخلفه رجل أحول وضيء له غديرتان عليه حلة عدنية فإذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلامه قام ذلك الرجل فقال يا بني فلان إن هذا إنما يدعوكم أن تسلخوا اللات والعزة من أعناقكم إلى ما جاء به من البدعة والضلالة فلا تطيعوه ولا تسمعوا منه قال فقلت لأبي يا أبتي من هذا الذي يتبعه ويرد عليه ما يقول قال هذا عمه أبو لهب هذه أيها الإخوة صورة من صور حب العطاء عند النبي صلى الله عليه وسلم هو يذهب إلى القبائل هو يدعوهم إلى الإيمان هو يريد أن يخرجهم من الظلمات إلى النور هو صلى الله عليه وسلم يتحمل الأذى في سبيل هذه الدعوة حب العطاء وهذه واحدة أما الموقف الثاني أخرج الإمام البخاري عن سهل رضي الله تعالى عنه قال جاءت امرأة ببردة قالت يا رسول الله إني نسجت هذه بيدي أكسوكها البردة قطعة قماش سوداء صغيرة قالت أنا صنعت لك هذه القطعة القماشية أحب أن أقدمها هدية لك فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فخرج إلينا وإنها لإزاره وضعها إزارا قال فجسها رجل من القوم فقال يا رسول الله أكسنيها يعني شاف لئماشي عجبته قال له خرج تهديني هذه القطعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء في المجلس ثم رجع إلى بيته فطواها ثم أرسل بها إليه فقال له القوم ما أحسنت سألتها إياه وقد عرفت أنه لا يرد سائلا فقال الرجل والله ما سألتها إلا لتكون كفني يوم أموت قال سهل فكانت كفنه صورة من صور حب العطاء عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ يؤثر غيره بما هو محتاج إليه وهذه ثانية أما الموقف الثالث أخرج البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كانت الأمة من إماء المدينة والعبد لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت وأخرج البيهقي في الآداب عن عبد الله بن أبي أوفى في صفة النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي حاجته إنها صورة من صور حب العطاء عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقضي حاجات الناس الضعفاء وغيرهم والحاصل أيها الإخوة أن حب العطاء خلق النبي صلى الله عليه وسلم وهو معروف به والمتوقع أن يكون حب العطاء خلقك وأن تكون معروفا به وإذا كانت تلك مواقف من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فإليكم هذه المواقف من الواقع شاب وحيد والديه مفتوحة له أبواب الدنيا على مصراعها ماتت أمه قبل سنوات فقصر نفسه على خدمة أبيه المريض ليدخل عليه السرور وينال بره كان يطعمه ويسقيه ويضاحكه ويآنسه تاركا حظوظ نفسه وراء الوراء فيرضى الوالد ويرضى الله برضاه حب العطاء خلق نبيل تجتمع عنده خصال حميدة وأخلاق فاضلة وإن الله تعالى خلق خلقا من رحمته برحمته لرحمته وهم الذين يعطون الخلق خلق تقربا للخالق ومديرة قسم مهم في إحدى الشركات أنجبت طفلة مريضة ففرغت نفسها لرعايتها وتربيتها وتعليمها وقد بلغت البنت اليوم التاسعة عشرة من عمرها ترمقها أمها بعيونها وتلحظها برعايتها ولا تغفل عنها طرفة عين وفضلا عما تركته هذه الأم من عملها ومنصبها الوظيفي فقد تركت كثيرا كثيرا من حظوظ نفسها في الراحة والترفيه ترجو بذلك رضى ربها برعاية بنتها حب العطاء خلق نبيل تجتمع عنده خصال حميدة وأخلاق فاضلة وإن الله خلق خلقا من رحمته برحمته لرحمته وهم الذين يعطون الخلق تقربا للخالق فمن استطاع منكم أن يكون منهم فليكن لا يعرف عن مشاهير شيوخ قراء القرآن الكريم في الشام وكبرائهم أنهم تقاضوا أجرا ماديا على إجازة أو إقراء أو تعليم القرآن الكريم مع أن الواحد منهم ربما جلس ستين أو سبعين عاما يعلم القرآن يوميا في مدرسته ومسجده وبيته وقد تخرج به العشرات من الحفاظ والمجازين والمتقنين يرجون بذلك رضا ربهم بتعليم الخلق كتاب الحق ألا تعجبون منهم ستين سنة من دون أجرا سبعون سنة يقرئ القرآن عند الفجر وعند العصر وعند المغرب وفي بيته وفي مدرسته وفي مسجده ولا يأخذ شيئا وإنما يعطي يرجون بذلك أن يتقربوا إلى الله بتعليم الخلق كتاب الحق حب العطاء خلق النبيل تجتمع عنده خصال حميدة وأخلاق فاضلة وإن الله تعالى خلق خلقا من رحمته برحمته لرحمته وهم الذين يعطون الخلق تقربا للخالق فمن استطاع منكم أن يكون منهم فليكن شاهد شابان سوريان كانا يمشيان في أحد شوارع الصين رجلا مسنا يمشي متكئا على عكازه فوقفا يساعدانه حتى عبر الطريق ثم مشيا معه على الرصيف ولما وجداه متعبا من المشي مثقلا بأوجاعه حمله أحدهما حمل الأم لولدها وأوصله حيث أرد صادف أن كانت إحدى وسائل الإعلام الصينية تصور برنامجا في ذلك الشارع فرصدت المشهد كاملا وضجت به وسائل إعلامهم وراحت تقابل الشابين وتتحدث عنهما وإليهما وما در القوم أن هؤلاء رباهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على حب العطاء حب العطاء خلق النبيل تجتمع عنده خصال حميدة وأخلاق فاضلة وإن الله تعالى خلق خلقا من رحمته برحمته لرحمته وهم الذين يعطون الخلق تقربا للخالق فمن استطاع منكم أن يكون منهم فليفعل أيها الإخوة هذه صور ومواقف من النبي صلى الله عليه وسلم في حب العطاء وهذه صور من الواقع في حب العطاء أهم ما في هذه الخطبة آخرها كما في الخطب الماضيات كيف تتحل بخلق حب العطاء كيف تتخلص من الأثر من الشح من حب الأخذ وفقط النفس تحب أن تأخذ ولا تحب أن تعطي النفس تحب أن تجمع ولا تحب أن تنفق كيف تتخلص من هذه الأثر وتتخلق بحب العطاء أربعة تنمي خلق حب العطاء عندك كثرة ذكر الله وصحبة أهل الله ومجاهدة النفس ولزوم مجالس العلمي كثرة ذكر الله وصحبة أهل الله ومجاهدة النفس ولزوم مجالس العلمي أما الإكثار من ذكر الله فلأن من أكثر من ذكر الله أحبه ومن أحب الله أحب خلقه فبادر إلى عونهم ومساعدتهم وعطائهم لأن المنسوب إلى المحبوب محبوب والمنسوب لجانب الحق تنبغي مراعاة نسبتهم ثانياً صحبة أهل الله لأنهم قوم دربهم القرآن وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على حب العطاء فأعطوا وحببهم الذكر بخلق الله تعالى فبذلوا ذكروا أن شيخاً من علماء المسلمين في الهند كان يعمل في بلدة في مدينة ترامبور الهندية وكان يتقاض راتباً زهيداً فقدم إليه حاكم الولاية الإنجليزي وظيفة عالية في كلية إبريلي إبريلي هي مدينة أخرى في الهند راتبها يزيد خمسين ضعفاً عن الراتب الذي يتقاضاه في مدينته ووعده بزيادة الراتب كل حين فاعتذر الشيخ عن قبول هذا العرض المغري وقال إني مرتاح بعملي في بلدتي فعجب الإنجليزي وقال ما رأيتك اليوم أنا أقدم لك راتباً يزيد على راتبك الحالي بأضعاف أضعاف وتترك الأضعاف المضاعفة وتقنع بالنزر اليسير فتعلل الشيخ بأن في بيته شجرة وهو مغرم بثمرها وأنه سيحرم هذا الثمر إذا أقام في بريلي لم يفطن الإنجليزي بعد إلى مقصود الشيخ فقال أنا زعيم بأن هذه الثمرة ستصل إليك من رامبور إلى بريلي فتشبث ثالثة وقال إن حولي طلبة وتلامذة يقرؤون علي في بلدتي فلو انتقلت إلى هذه الوظيفة ستنقطع دروسهم ولم ييأس الإنجليزي المناقش من إقناعه وقال ولكنك ستعلم طلابا آخرين في بريلي وهنا صاح الشيخ قائلا وماذا يكون جوابي غدا عند الله إذا سألني كيف تركت طلاب العلم من دون معلم ومضيت وراء المال لتجمعه وهنا بهت الإنجليزي وأسقط في يديه وعرف نفسية العالم المسلم وقضى الشيخ حياته معلما في بلدته براتب زهيد لأجل أن يعلم الناس ولا يتركهم في جهالة إن من يصحب أهل الله من العلماء العاملين والصلحاء الذاكرين يدربونه على حب العطاء تقربا لله تعالى ذكر الله وصحبة أهل الله ومجاهدة النفس لأن النفس تحب الاستئثار بالخير وحدها دون الآخرين فعليك بتدريبها على بذل الخير لغيرك وبمخالفتها إن دعتها لهضم حقوق غيرك دربها على العطاء والكرم لأنهم قالوا الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم والكرم بالتكرم ربما دعتك نفسك إلى حبس ملخصات جيدة صنعتها للامتحان الجامعي عن أصدقائك مرات نفسك الأمارة هكذا تقول لك عندك ملخص منتاز بس نفسك تريد أن تستأثير به وأن تمنعه باقي الطلاب هنا خالف نفسك وقدم هذه الملخصات لأصحابك لينتفعوا بها وتنتفع ربما دعتك نفسك إلى أخذ العقار الأفضل من إرث أبيك دون إخوانك فجاهدها وأعطي إخوانك الأحسن وخذ أنت دون ذلك ربما دعتك نفسك للجلوس على الطعام أولا لتتناول نصيبك الأوفى منه فجاهدها وقدم من هو أكبر منك سنا إكراما له ثم قدم من هو أصغر منك سنا عطفا عليه ربما دعتك نفسك إلى نيل حقك كاملا في حياتك الزوجية وإلى عدم تنازلك عن قليل أو كثير من حقوقك فخالفها وآثر زوجتك وأولادك وأعطهم يعطيك الله من أراد أن يتدرب على حب العطاء وجب عليه مخالفة نفسه ومجاهدتها ذكر الله وصحبة أهل الله ومجاهدة النفس والرابع الأخير لزوم مجالس العلم لأن العلم ينبيك بأن من أعطى لله وبذل لله وخدم لله تقربا إلى الله كان في عناية الله وكافأه الله مكافأة من جنس عمله لكن تأتي المكافأة تليق بكمال الله وجلاله فيسر أمره لتيسيره أمور الخلق وقضى حوائجه لقضائه حوائج الخلق وأعطاه مما عنده لأنه يعطي العبادة مما عنده والحاصل أيها الإخوة من أراد منكم أن يتحلى بخلق حب العطاء ولابد أن تحب ذلك فعليه بكثرة ذكر الله وصحبة أهل الله ومجاهدة النفس ولزوم مجالس العلم أيها الإخوة أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه من صلى عليه صلى عليه ومن سلم عليه سلم عليه وتدارسوا مع من حولكم حديثه وسيرته وأخلاقه وسنته ليكون النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا بيننا وتكون سنته ماثلة بيننا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين أستغفر الله